أولاً أنا اليوم أثناء الاجتماع غلطت في حق قدسك ما هو يوم يا ابن الله سمح قلت أنا مش فاهم إزاي واحد بيقدم على حكمي في المحكمة مهما كاني اللي عملوته الزوجة يعني أنا قلت إزاي واحد يشتيكي مراته في المحكمة مهما عملت الزوجة يعني فمش عاجبه بكلام يعني مش عاجبه بكلام وأنا ده أنا قلت حط نفسك مكاني بعصبية جداً هو مش اختلاف رأي لا ده تكرار الخطيئة الأولى في الإنجيل المهم أنا كنت محضر مية علشان الاجتماع المية وقعد قبل انتهاء الاجتماع يعني أنت جاي تستفيد ولا جاي تدين أبونا وأنت أمش عاجبك اللي جابة بتاعته أجد غريبة جداً وأنا جبت إزايات مية تاني وصليت مع أولستك برافو عليك كذا كسبت الشيطان كذا بص أنا عايز أقول لكم على حاجة حتى لو الزوجة غلطت غلطة بشعة الله اللي قدر أنا عايز أقول لحد ذلك على حاجة أما تشكها في المحكمة ده حقك وتقدم مجلس إكريكي ويدوك تصريح جواز وتعلق حقك قانوناً حقك لك أنا أنا هقول لك إذا كنت عايز تبقى زي حبيبك وسيدك ومخضيصك الرب يسور هقول لك هو عمل إيه نفس الموقف جابوا له المرأة ممسوكة في ذات الفعل يعني ممسوكة في ذات الفعل متلبسة بالخطيئة يعني متلبسة فيه واحدة هتتمسك متلبسة بالخطيئة لدي معناها أنها كانت ماشية كده يعني كانت ماشية في الدعوة يعني فبعطوا له واحد من عندهم زيبون كزيبون وفتق فسائب الباب بتوارب قادت له إفرورات ما قفلش وإدعاء بعد ربع ساعة خشوا لي دخلوا له لهم متلبسين بالخطيئة بدليلهم أنت لما متلبسة بالخطيئة ممسكتها هي ليه وهو ما ممسكتهش ليه هم بعتين الراجل ده على الشيان خاطر يمسكوا على المسيح له المجد غلطة أنه ضد النموس النموس يقول إيه ترجم ففعلا عملوا كده فجابواها متلبسة بالخطيئة قالوا هاي جايبينها متلبسة بالنموس النموس بالترجم إنت هتقول إيه لو قالوا مترجم طب إنت جبت إيه جديد النموس بالموسى بقول كده فالما رد عليهم أعمال إيه قعد على الأرض تحت رجليهم والخطوة فيه وقعد يكتب 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 كان يكتب إيه برضو عليكم الخطيئات كل واحد يشوف اسمه خطيئة يصحب نفسه عندما كلهم ماشوا بعد مسيروا كلهم المسؤولون المجد وقف 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 يا إمرأة يعني خطيئاتا بمنتهى الاحترام دعوا أشتراك يا إمرأة يعني يا مدما دالوقتي يا إمرأة قالها مين؟ لكلية الطهر أمه الله العدرة مريم وهو فين؟ على الصليب عندما قال لها يا إمرأة هو وزء ابنك يعني نفسWelcome اصنب الاحترام والخطيئة به أمه الله العدرة مريم أمه الطهرة صح؟ قال لها يا إمرأة أين هم المشتكون عليك أما دانك أحد أحد يدري دينك ولا أنا أدينك الله الله عليك حبيب يسوع الله عليك الله فعلا يا رب يسوع المسيح على حنانك وحبك وسترك وطول قناتك هو ده ربنا وسترها معها ومشى من غير محددنا إذا كان المسيح له المجد بنفسه الديان العادل مرضيش دينها ومشى الناس كمان اللي كان مشتكوا عليها يبقى الراجل فينا لو مراته وقعت في الغلطة الله لا قد يروح يفضحها ويشتكيها ويبهدلها في المحاكم وفضيح بجلاجة لقتيلها قتل أدبي يبقى ده ابن المسيح ازاي يعني ابن المسيح ازاي احني يا ابني أنا برد ردود من الإنجيل مش بقول رأي شخصي لو رأي شخصي بقول رأي الشخصي كذا لكن ده الإنجيل تالي كان لنا مسهلا أقولك كمان حاجة أكتر من كده القدسة ابو مقار كان رئيس دير فكان ابو راهب اشتنب يحاربوا وزا يقلوا واحدة ست بتروح له الدير وقعتوا معها في الخطيئة وكانت يجيلوا كل شهو تانية يدخلها معها القلاب بتاعته ويعملوا خطيئة مع بعض الرهبان شهتوا جدا جدا وكلموا أبو مقار قدسة كبير وقالوا بص بقى احنا صبرنا كتير مش عادين نتكلم لكن كده فض بينا هو أساء لنا وأساء للدير وده مش بص بقى يتقرشوا بالدير احنا سنسلبك ندير كلنا ونمشي لابو مقار أبوه القدسة العظيم قالوا زي ما انتم شوفتم متأكدين اه متأكدين قالوا انا كمان عايز اشوف زيكوا عشان احكم صح قالوا ماشي قالوا خلاص رأبوه لما تيجي السيدة تخشي القلاية حد فيكوا يراقب من بعيد كده عشان ما يحسش بيكوا وحد يجيلي عشان اجي اشوفه أجوه يبقى الحكم صح قالوا له اوكي عملوا كده جات السيدة ودخلت وراحوا بقى ندهوله قالوا لسه موجودة مشت لقى جوه راح مخبط على باب القلاية بتاعت الراهب ده فتح له راح داخل وراح قافل باب وراه لقى الست ايه موجودة احي لقىها موجودة او مقار مش الساد المسيح ولا حد بس ابن المسيح لوانمج ومتلمس على قدينه ما يفضحش احد فلاقها موجودة كان فيه زبدية كبيرة زبدية ليه المجور مجوره العجين الكبير فقال لها عودي قاعدت ارفصت وراح كفى عليها الزبدية وراح قاعد على الزبدية وقال له فتح الباب بسرعة ما تتكلمش فتح الباب الروبان دخلت قالوا انتم شدتوا وقفين حرسين القلاية قالوا ايه فين الست اللي بتقولوا عليها بقى اخوكو ده اخوكو ده ابن المسيح اشتنبي يحارب على هاية واحدة ست وانتم تقولوا عليه ده بيعمل خطيئة مع واحدة روح كل واحد قلايته يتوب عن اللي عمله وعلى اليدانة اللي عمله اخوه وصوت الزمن اللي ازأزه طبعا افتكروا ان اخوهم ده ايه الديس كبير واشتنبي يظهر له وخشوه عليه واحدة ست رحوا يعياته في قلالهم ويتوب عن خدف واثب صوت من السماء يقول له طباك يا مقار لانك سطرت الخطيئة بالزبدية كتاب المؤدس قال لنا المحبة تستر كثرة من خطايا صحيح ده حقك لكن المحبة المسيحية ومعرفة الله الحيا ومخافة الله اديها فرصة يا ابني للتوبة مثلا وديها فرصة للتصحيح الأخطاء وكلف أبك هان يتولاها روحيا وياما زنابة وإديسين وإديسات إديسين وإديسات يا موسى الأسود كان ايه ولا وصينوس كان ايه ولا كساة بقية سكت ايه ولا كساة تاريخ مليان الكنيسة بالتائبين والتائبين أختي أرملة ولها تلب بنات في الجمعة بنتها نكحت في السنوية العامة بمجموعة طب وأنا فكرت تهديها بخاتم دهب لكي تتصر فيه بمعرفتها وتسدد احتياجاتهم هل صح ولا أعطي لها العشور فقط ارشدني يا أبي وشكرا لساعة صدرك الحنون ومحبتك أو أنا أشكرك جدا على مشاعرك ومحبتك لأختك وده الصح إن احنا نفكر في بعض ونسني في بعض طب انت كنت هتديها خاتم دهب انت لو جبت له خاتم دهب هتأخذ الخدم دهب مش هتدلو ارتبيعه ليه لأن أكيد هتفين الخاتم اللي جبته لك ولا همش هتشوفيه في ايديهم هتزعل وحب بيعه هي باعيته لا ما هتنكسفت بيه على فكرة لكن الصحة إنك تديها فلوس تمن الخاتم ولا أنت أختي وما بينه وما بينك محاجش هعرف بالموضوع ده خالص وإحنا أخواته لازم نضلل على بعض وده ما بينه وما بينك حتى مش حاجز أولادك يعرف يعني براحتك خالص وتديها لكن العشور فقط تم تديها تمن الخاتم يعني يا خاتم دهب يا العشور بس لا ده تمن الخاتم ولو تقدر تزويدي على تمن الخاتم كمان تزويدي ربنا يزيدك على الرأي اللي بيقوله مد إيدك ربنا يزيدك حبا مهم جدا إن إحنا نبقى عندنا عطاء فعلا كده وأنا مفسوط منك إن بتفكرين في أختي يا بنتي ربنا يبلك حياتك ترجمة نانسي قنقر